تطوران مهمان هيمنى على الشمال السوري الأول ميداني وتمثل بتحقيق الجيش الحر مكاسب جديدة والاقتراب إلى نحو عشرة كيلومترات من مدينة منبج أما التطور الثاني فجاء مفاجئاً مع اندلاع سجال سياسي بين واشنطن وأنقرة والمسلحين الأكراد فمع تأكيد أنقرة أنها لم تدخل حرباً في سوريا ولا تعتزم البقاء فيها بحسب نائب رئيس الوزراء التركي شددت على مطالبتها قوات الحماية الكردية بالتحرك فوراً إلى شرق الفرات كما قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوكلو وفيما بدت واشنطن قريبة من موقف وحدات الحماية الكردية إلا أن بيان للبنتاجون أفاد بأن الولايات المتحدة تؤكد وشهة نظرها بضرورة عودة وحدات حماية الشعب الكردية إلى شرق الفرات وتدرك بحسب البيان أن ذلك هو ما حدث إلى حد كبير من جانبه أفاد مسؤول تركي بأن وحدات حماية الشعب الكردية موجودة في شرق الفرات رئيس المكتب الإعلامي لمنطقة الحكم الذاتي الكردية إبراهيم إبراهيم اعتبر أن مزاعم تركيا بالقتال غرب الفرات حجة لتوسيع احتلالها أراضي سوريا معركة شمال سوريا قبلت برفض أمريكي أعلن عنه المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف ضد داعش الذي أعلن رفض واشنطن للاشتباكات تلك داعيا كل الأطراف المسلحة إلى الامتناع عنها والتركيز على قتال داعش اشتباكات وصفتها واشنطن بأنها غير مقبولة ومبعث قلق بالغ بشاير المطيري العربية